شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أيامه وليليه وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام أخواني بارك الله فيكم أذكركم بأمر من الأهمية بمكان كبير ألا وهو التحذير من الظلم فإنك وأنت صائم تريد أن تدعى ربك فقد تدعو ولا يستجاب لك دعاء ذلك لأنك ظالم فأنت تدعو والمظلوم يدعو عليك فترى دعوة من تستجاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فلا تكن ظالما فالظلم ظلمات يوم القيامة لا تكن ظالما فإن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما ففي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فأيقن أن الظلم كبيرة من الكبائر أيقن بأن الله لعنى الظالمين قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فالظالم لعنه الله سبحانه وتعالى وهو متفاوت في مراتبه فالشرك بالله ظلم للنفس والشرك بالله كذلك يخلد صاحبه في النار فتكون قد ظلمت نفسك نفسك لا عليك حق أن تنزلها أحسن المنازل فإذا أنزلتها منازل سيئة وأنزلتها الجحيم فقد ظلمت نفسك أشد الظلم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة فاحذر من الظلم بكل صوره وبكل أشكاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين من ظلم شبرا من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذي يأخذ شبرا من الأرض ليس له يأتي يوم القيامة وهو معلق في رقبته من الأرض السابعة السفلى يحمله إلى المحشر بارك الله فيك احذر أن تظلم العباد في مالهم في أعراضهم في دمائهم احذر على نفسك أن تكون ظالما إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابه الصحيح وجعل في سنياه كتابا يقال له كتاب الظلم فذكر منه أمورا قد تراها أنت صغيرة لكنها في الحقيقة تجلب لصاحبها النكد وعدها في باب المظالم هناك أمور واضحة في أنها ظلم كأكل أموال الناس بالباطل كضرب العباد كأذى العباد ولكن هناك أمور لا تكاد تتصور أنها ظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذن أورده البخاري في صحيحة إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال رد السلام وغض البصر قال رد السلام وغض البصر وإرشاد الضال ذكر أمورا عليه الصلاة والسلام مجموعة من عدة أحاديث فالطريق له حق إن لم تعطي الطريق حقا فقد ظلمت العباد فأنت تركب سيارة مثلا تسير بسرعة معينة إذا أسرعت وأزعجت السائقين من حولك ظلمتهم إذا وقفت بسيارتك في مكان يفترض أنه ممر للسيارات فقد ظلمت الناس إذا تعديت على الأملاك العامة وخرجت عند البناء بشيء من الأرض في الشارع ظلمت الناس فالظلم له صور من الطريق أن يذكر البخاري أمرا في كتاب المظالب من صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل فارسي طيب المرق يعني يصنع شربة طيبة دعاه الرسول عليه الصلاة دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع أربعة أو دعاه رجل رابع أربعة فذهب معهم خامس فلما وصلوا إلى بيت الرجل الذي دعه قال الرسول عليه الصلاة إن هذا تبعنا فإن شئت أذنت له وإلا رجع قال بل أذنت له يا رسول الله فإذا ذهبت إلى بيت قوم ولم يدعونك للدخول ولا للإصطدافة دخلت عندهم بغير إذنهم فقد ظلمتهم وهذا الذي يسميه العلماء التطفل وقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فكان من الأعراب من يأتي إلى رسول الله في وقت الغداء قبل الغداء بخمس دقائق يستأذن يريد الدخول ماذا تريد؟ أريد أن أسأل مسألة يا رسول الله فيدخل في وقت تقريب الطعام فيأكل وهذا واحد متحمل لكن تسامع الناس بذلك فتكاثروا وكانوا يأتون في وقت الغداء فنازلت الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي غير متحينين نطجه واستواء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشر وفي هذا الصدد دعا رجل فارسي طيب المرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أدعوك يا رسول الله أدعوك للأكل عندي قال وهذه يريد عائشة تأذن لها قال لا قال وأنا لا ثم كررت دعوة بقوله أدعوك يا رسول الله قال وهذه قال لا قال وأنا لا قال أدعوك يا رسول الله قال وهذه قال نعم وهذه فقام يتدافعان فالشاهد أن الرسول استأذنه في أن يأتي معه بزوجته لم يفرضها عليه فرضا فإذا فرضاه عليه فرضا فهذا ظلم وعرد البخاري شيئا آخر في هذا الصدد وهو أعني في باب المظالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأتي بشراب يشرب شرم وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام يا غلام أتأذن لي أن أصلها الأشياخ قال لا لم أكن لآذن لأؤثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله فنوله النبي الشراب في يده فمعنى هذا أنه إذا ناول من عن شماله وطرك من من عن يمينه فقد ظلم الذين هم عن يمينه وهي لا تكاد تتفطل لها وأتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام أصغرهما يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر أي أن الأكبر هو الذي يبدأ بالكلام يعني أن الأصغر إذا تكلم سيكون قد ظلم الأكبر وقد يظلم الشخص بعض أبنائه إذا وهب لبعض الأبناء دون بعض فقد جاءت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة يعني أعطيته هبة قال ألكما ولد غيره قال نعم يا رسول الله قال أعطيت كل ولدك مثل هذا قال لا يا رسول الله قال أرجع فإني لا أشهد على جور إني لا أشهد على جور وفي رواية أرجع فأشهد على هذا غيري وفي سلسة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالحذر الحذر من الظلم بكل صوره إذا كان الرجل متزوج بمرأتين يقسم لواحدة ويهمل الأخرى فقد ظلمها إذا قرب الأب أحد أبنائه بلا علة تستدعي ذلك تقريبا أكثر من اللازم فقد يظلم ويؤذي سائر الأولاد أحيانا إلا إذا كانت هناك علة تدعي إلى ذلك لقد قال إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وهو لا يلام على المحبة لا يلام على المحبة صلى الله عليه وسلم فالحذر من أن تقع في ظلم وأنت لا تشعر أنك ظلمت أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبة في جداره هذا وليعلم الجميع أن دعوة المظلوم تستجاب في الظالم ولو بعد حين ولو بعد حين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا إن سعد بن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة فطعنا فيه أهل الكوفة وشككوا في أمانته وشكوه إلى عمر فأرسل عمر من يسأل أهل الكوفة عنه فذهب الزاهب إلى مساجد الكوفة عموما يسألهم عن سعد بن أبي وقاص ويقول أناشدكم الله أن تقولوا بالحق الذي علمتموه في سعد فقام رجل فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية فسعد عجب من هذا الظلم فقال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام ريئ وسمع اللهم أطي العمره وأطي الفقرة وأعرضه بالفتن فتقدمت بالرجل السنون حتى انحنى ظهره وشاب شعره وسقط حاجبه على عينه وسأل لعابه وكان مع ذي الحال يعاكس الفتيات ويغمزهن إذا أوتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد فالحذر الحذر من الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه فإن الله لا يحب الظالمين وهذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله زل أحدكم سؤال يتفضل الحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله وبعد أحسن الله عليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا هل من نصيحة توجهونها لمن يظلمون البنات في المراس بلا شك أن هناك شيء يتفشى في القرى على وجه الخصوص وليس ببعيد أيضا عن أهل المدن الناس كثير منهم ينشع البنات من المراس يعني يحرم البنات من المراس ويحتلوا لذلك قل أرضي كيف يأخذها رجل غريب زوج ابنتي نقول له اتق الله فإن الله قسم المواريث وبعد أن قسمها قال تلك حدود الله تلك حدود الله وقال أيضا ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نعم ليس بكافر الذي يظلم في المراس ولكنه مرتكب لكبيره فمن ظلم شبرا من الأرض توقه يوم القيامة من سبع أراضيين فهذا الذي يأخذ مراس أخته قطع الرحم وظلم فاجتمعت عليه كبيرتان من الكبائر عافانا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا رجل ظلم رجلا يريد أن يرد المظلمة هل يكفي أن يقول استغفر الله كلا بل لزاما أن يؤدي الحق إلى أهله قال صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء فلابد من رد المظلمة إلى أهلها افترد أن الشخص قذف امرأة بالزنا لا تقبل له توبة إلا إذا أعلن أنه افترى عليها وأنه بريئة ما لم يأتي بالشهود لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا والإصلاح أن يكذب نفسه ويقول أنا افتريت عليه ويبريئة هذا والله أعلم وصل لهم على نبينا محمد المسلم والحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقراء